جورج وصوف شاتم أصالة وقال عليها كلام ما يتقلش ولاد البلد بيأكلوا في بعضه قدام الجمهور خناءة كبيرة كانت حصلت من اتنين من اهم نجوم الغنى في الوطن العربي وقلبت الدنيا على السوشيال ميديا ومع انها حصلت من ست سنين لكن الكل لسه فاكر خناءة سلطان الطرب اللي دمهه عالية وما بيهموش حد مع الفنانة أصالة يطفق قصة خناءة أصالة وجورج وصوف وليه السلطان شاتم منت بلده بالألفاظ دي تعالوا نعرف الحكاية القصة بدأت من حوالي ست سنين لما حصلت مشكلة من جورج وصوف وأصالة وما انها ما عملتهش اي حاجة بشكل شخصي لكن جورج فجأة قلب عليها وبدأ يهجمها في كل وسائل الاعلام الغريب بأنها كل ده كانت سكتة وما ردتش عليه ولا مرة الحكاية كلها ان جورج وصوف كان طلعوا واتهم أصالة بالخيانة وقال لها كلام جرح جدا وكله بسبب الأزمة اللي اتعرضت لها بلدها سوريا من كم سنة وقتها أصالة هجمت الرئيس بشار الأسد بعد الحرب في سوريا وكمان طلبت انه يسيب الحكم وده الموقف اللي دايق كل فنانين سوريا من أصالة وأغلبهم طلعوا واتهمها بالخيانة كمان الفنانين اتكلموا عن موقف أصالة واللي اتعرضت له بشكل شخصي مع الرئيس السوري الصابت حفز الأسد واللي هو أبو بشار الأسد لما كان عندها شل الأطفال وهي صغيرة ساعتها الأسد تبنى موهبتها وكمان ساعت في علاجها وبعتها روسيا تتعالج طبعا الموقف ده واللي خلى جورج وصوف يقلب على أصالة ويتهمها كمان بالخيانة ومع ان اللي عملوا جورج فنانين كتير عملوه لكن السلطان زودها شوية وكان في مرة طالع على الهوى وفي مرة كان في برنامج واعرضوا له سورة أصالة عشان يوجه لها كلمة وهنا السلطان تحول 180 درجة وبدأ يشتمها وقال عليها دي فجرة أصالة اسمي مش على مسمى وأبوها رحمة الله عليه كان من أفضل الفنانين في سوريا وهي فاكرة ان ربنا ما خلقش غيرها هي الخسرانة خسرت كل الناس وخسرت وطنها وبتها اللي بيشلح تيابه بيرد الغريب إن أصالة وقتها ما قالتش أي حاجة وفضلت سكتة ودي غريبة عليها لأن أصالة معروف عنها ما بيزيبش حقها لحد كمان عشان كلام جوجو أصوف كان صعب قوي بس أصالة لما لقيت الموضوع بيزيد طلعت وردت رد مختصر وقالت وقتها أنا خايف عليه وبحترم تاريخه مقدرش أجرحه لأنه كان صديق أغلى شخص عندي بابا مش هرد ومسمحة من كل قلبي بعد رد أصالة المحترم ده الكل قال خلاص جورجي هينسى ويعملها كويس بس المفاجأة إنه اجتمع معاه في حفلة من الحفلات بس هو تجاهلها تماما وأحرجها كمان قدام الناس وده اللي دايق أصالة واللي قالت أنا كنت أتمنى أكون معاه وحفظت كل أغنيه لكن ظروفه ما بتسمح وهو أستاذنا الكبير وما بقدر أشيله من قلبي فجأة هو مزروع بقلبي وكل ذكريات طفولتي وموقف مثل ما حدث بالحفلة ما يخليني أحكم عليه هحسني بظلمه أو يكون في شيء من الأنانية وبرضو رغم كل ده جورج كان واخد موقفه من أصالة ومش سيبها في حلها حد ما توفى ابن وديع ساعتها أصالة طلعت ناشرة صورة جورج مع ابن الراحل وكانت بتعزيه ومن بعدها جورج ما بقاش بيجيب سيرة أصالة والجمهور قال خلاص الخلاف انتهى وتصلحوا ما تنسوش بها انتو كمان تقولونا رأيكم في اللي عمل جورج وصوف مع أصالة